أما هلأ حنروح لفقرة بتهم كتير مننا وهي حب الذات خلينا نتفق بداية أنه هاي الصفة هي صفة جدا إيجابية بحياتنا أي إنسان بحياته ما نقادر يحب نفسه فهو غير قادر على أطاع الحب للمحيط يلي حاوله ولكن ببعض الأحيان ممكن يكون في مبالغة بحب الذات وهون الشخص بيروح ليقع بفخ الأنانية هذا الشخص بيصير يحب نفسه أكتر من كل شي حاوله يصير يحب مصلحته على حساب مصلحة الناس الحوالي ولكن نحن كونه عم نحكي بالشيء الإيجابي والسلبي اليوم خلينا نحكي عن حب الذات وتأثيره الإيجابي على حياتنا على محيطنا على عملنا وحتى على أرواحنا أكيد أسئلة كتير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم وهي الدكتورة شفاء صوان أخصائية بعلم الاجتماع سيد صباحك دكتورة يا أهلا وسهلا يساد صباحكم يا ميت هلا يساد صباحك أهلا وسهلا رمضان كريم عليك بداية حب الذات كتير أشخاص بتربط بينه وبين الأنانية اليوم أنا بس شوف شخص أنه هذا بحب حاله أحيانا بقول هذا الشخص أناني يمكن فيه فرق بين هذول الشغلتين خلينا نحكي بداية نعرف شو هو حب الذات وكيف بيأثر على محيطنا تمام أول شي حب الذات كلمة الإنسان بحب ذاته لازم ينكس على الآخرين ويصير يحب الناس يحب بالكون يعطي أما الأنانية هو عطاءه بس لنفسه وعنده قانون الندرة يعني هو بس بيفكر أنه الكون كتير فقير وكتير شحيح فهو عنده هاي الأنانية حتى ما بيقدر يعطي حب للآخرين ما بيقدر يعطي للناس اللي حوالي هاي الأنانية لكن بأوقات بحياتنا أوقات متعرض لصدمات أو كذا بنرجع بنكون أنانيين للحظة لحتى نحافظ على مساحتنا الشخصية بعدين الإنسان طبع الإنسان محب للخير يرجع مرة تانية بيقدم خير وبيحب وبيرجع لكن بحواجز وحدود تحمي مساحته الشخصية ما تؤديه نفسيا لما أي حدا بينكر أو بيبتعد أو هيك فهو بيضل محافظ على السلام الداخلي طيب ذكرت نقطة كونه نحنا عم نحكي عن الحب واليوم نحنا متفقين أنه نرجح كل شيء بحياتنا مرتبط بحبنا للقصة ان كان بعملنا ان كان بحياتنا الشخصية للمحيط اللي حوالينا اليوم هذا الحب له تأثير نفسي وصحي وروحاني على أجسامنا على حياتنا بشكل عام خليني نحكي عن هذا التأثير أول شيء الحب هو أولا بأوي مناعتنا بيعطينا طاقة كتير إيجابية يعني منلاقي الناس المحبة غير الناس الكارهة الناس المحبة دائما شفايفة طال على فوق الناس المكتئبة والحزينة والزعلانة والخلانة لتحت وهي فعلا بتلاقيهم بلاحظة يعني ما فيه أي ردات في الرياكشن بالوج بتلاقيهم أنه يا هيك يا هيك فدائما الناس الإيجابين المحبين دائما ابتسامتهم موجودة قلبهم ننظيف بيسامحوا مباشرة بعد أي موقف بيتجاوزوا بيتعلموا من أخطاؤهم وبيضلوا بيتجاوزوا الحب بيعطينا طاقة كتير رهيبة لحتى نحقق أي شيء بدنا يا الشغف يعني فيه ناس كتير من العلماء المخترعين الناس اللي عملوا تغييرات عظيمة بالمجتمع إنهم آمنوا بنفسهم وحبوا يعني حتى لما بتتعاملوا بالإساءة أحبوا 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 لحتى قدروا يعملوا الأثر الكبير يلي هو أثر الفراشة يلي أثر كبير برفرفات كتير صغيرة وبسيطة حلو التعبير أثر الفراشة تماما فهو كتير الحب هيك الحب نحنا بدنا نضل نحاول بدنا نضل نعمل بدنا نضل نساوي لحتى نضل نعمل نجرب قصص كتير لحتى نوصل لقلب هؤلاء الأشخاص بزاعت إذا كانوا بيخصونها مثلا أولادنا أهلنا ناس بموحيط شغلنا لازم يكون عقلنا القانون الوفرة إن يفكر بأكتر من طريقة لحتى أوصل لهذا الشخص في كل إنسان إليه مفتاح لوصل لمفتاحه بيجوز عنده شي بطفولته مؤذي بيجوز في مرأ بشي معين بيجوز عنده ظرف معين فنحنا كلما كنا أكثر حساسية وأكثر شفافية وبصيرة كلما قدرنا نشوف ما وراء هالتصرفات وهالسلوك لنقدر نوصل أو نحمي حالنا مثل من هدون الأشخاص إنه نعمل إلينا حواجز كرمال ما يفوتوا على مساحتنا الشخصية ويسببونا ألم نفسي طب إذا بنا نحكي شوي عن نقاط أساسية لحب الذات اليوم أنا كيف دي أعرف حالي إنه أنا فعلا بحب ذاتي إنه أنا ما عندي هاي الأنانية وإذا أنا ما عندي هذا الشي حبي لذاتي أنا كيف ممكن خلي هذا الشي يكون عندي تمام أول شي حب الذات اهتمامنا بنفسنا بجسدنا بروحنا ما باخد أشياء بضرني ولو إنه مثلا كل المجتمع بيعمل هذا الشي أنا ما بعمله مثلا يعني في كتير الأشغلات عادات سلبية مثلا مثل الدخان والأرقيلة وهيك قصاص الناس كل حولينا غالبيتا بعدم الوعي الموعي المونخفضوا ويخليون يعملوا هذا الشي فدائماً لما أنا بحب جسدي بقدسوا خلاص ما بأخد إلا الشغلات اللي نظيفة بحاول إزراع حولهم بيتي بحاول إزراع بالمكان اللي أنا موجودة فيه لأنها بتعالج أمراض حتى السرطانات لأنه بدل الجهد والحب اللي نحن عم نقدمه كمان للزريعة هي روح كمان هي بتومتن وبتشكر إلنا ورب العالمين بيبارك صحتنا عافيتنا يعني لهيك بتلاقوا الناس اللي بيشتغلوا بالأرض غالباً هن الناس ما بيبرضوا لأنه اللي بياكلوا من الأرض و بنفس الوقت حب وامتنان دائماً لأنه إنه بحالة عطاء مستمر فهذا العطاء المستمر كمان بيرجعلن بصحتون بيعافيتون فكل ما كان الإنسان أكثر وعي بذاته كل ما يعني حب جسده حب الناس اللي حواليه عطاء غير مشروط وغير محدود لكن بحواجز تحمينا من أذن حتى الوقتين كنا لا نخلي حدا يخترقنا أوقاتنا الخاصة أو مساحتنا الخاصة تماماً اهتمامنا بالنظافة الشخصية بالنظافة الروحية الداخلية يعني أنا إلا من أتى الله يعني ما حدا بيفوت الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم شو هو القلب اللي ما بيحمل حقد وكره أنا دائماً بقول للناس اللي بتحقد و بتكره و بتضل حطه بالبالة ليه لتوسخوا القلب و يضل حامل و بثقل دائماً القلب الخفيف اللي نظيف القلب الأبيض الشفاف يلي هو ما بيحمل أي شي غل دغري بينظف بيفلتر بيسامح بيغفر بيتجاوز لهيك منشوف الناس الناجحين بالحياة غالماً إنهم بيتجاوزوا عن أذى معين تعرضوا لهم بطفولتهم أذى معين بمراهقتهم أذى معين حتى بمكان عملهم بأي مكان بيكونوا فيهم بعلاقات عائلية طلاق زواج أي شي ممكن يكون مر حولهم هننا دائماً بحالة تجاوز وحالة تطهير وتنظيف لأنه نحنا دائماً إذا ما كنا بحالة تطهير وتنظيف صعب أنه نحنا هنثقل بالحياة ونتعب ما حنقدر نتجاوز أي شي بمر علينا يعني طيب هوني ما فينا ما نوقف عند نقطة عم تحكي فيه أنه اليوم نحنا نتجاوز وكلنا متفين اليوم أنه الإنسان قلبه صافي هو حدا نعجح بالحياة حدا خنقول محبوب بأي محيط ممكن يكون موجود فيه غير الشخص الأخر ولكن بلحظة معه بعمر معين بمرحلة معهم الحياة ممكن أي حدا يوقف عمراته يقول أنا عطيتي كتير أنا خلت على ذاتي وعطيت هذا الحب لغيري فبصير بين الفعل وردة الفعل الراحلة الأنانية هل اليوم هذا الفعل هو أنانية عن جد أو هي ردة فعل على كمية العطاء اللي هو خلينا نقول عملت له بلوكات كتير بحياته هلأ الإنسان بيطبعه بيحب العطاء بيطبعه لكن أوقات المواقف في الأفكار البرمجة اللي هو بيتبرمجها سواء مثلا بمحيط مجتمعه والناس اللي حواليه صديق سلبي ممكن يقول له ليش تغفر وتسامع خليك أناني وكذا فدائما كلما الإنسان حب ذاته بيحب الآخرين وبيغفر لهم وبيتمنى لهم الأفضل ما هالشي بيحاول يحمي نفسه بنفس الوقت أنا عدم حبي لذاتي بيخليني بحالة عدم استحقاق عدم استحقاق لعلاقات جيدة عدم استحقاق لوظيفة جيدة عدم استحقاق الوفرة بالكون فكلما كان عندي حب لذاتي أنا عندي استحقاق كيف بعرف أني أنا بحب ذاتي ولا لا لنرجع نفس الفكرة أنه أنا كلما كنت أظن أني أنا استحق الأفضل وغيري استحق الأفضل فأنا بساعد نفسي وبساعد غيري كلما كنت أنا عندي هاي الندرة أني أنا ما بقدر يعني لا عم بقدر ساعد حالي ولا عم بقدر ساعد غيري ودائما عندي حالة الأنانية وأنه كره الآخرين مقابل حب الذات هون أنا بخسر لأنه أنا الإنسان الذكي بيربح ويربح الآخرين حوله تب إذا كانت عن ردة فعل بسبب مواقق وخضلان خلينا نقول طبيعي جدا أنه الإنسان يمر به المرحلة الأنانية وهي هي بداية صحوة فلما الإنسان يكون هي بحالة الصحوة بيرجع بيتوازن وبيعمل عطاء محدد منه كمان بيعمل حماية لنفسه من أشخاص سلبيين ممكن يمروا عليه ويأثروا على طاقته التيلة جملة من لا يتألم لا يتعلم يعني الألم هو وسيلتنا للتعلم مثل ما بيجرال الدين الرومي دائما الجروح اللي نحنا منمر عليها بالحياة هي الشقوق اللي يوصل نور الله إلينا يعني لحتى تغير فينا شيء لحتى تضوي فيه بقلبنا شيء وبحياتنا شيء ودائما الإنساني بنشوف دائما اللي معاشر ورايح وجاية وفي حديث عن الرسول الله صلى الله عليه بيقول من يعاشر الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يعاشرهم ولا يصبر على أذاهم يعني أنا لما بعاشر بيصير عندي خبرة أكتر بالحياة والعلاقات وبصير أكتر حساسية لما وراء الكلمات سنعرف كيف نتعامل تماما حتى بعرف أنه واحد متألم واحد تعبان بزاعة المرأة عندها هي الحساسية العالية كثير عندها حدث قوي جدا وفيك تمام الله عاطي رجال هاي لكن هي سبحان الله الله عطاها للمرأة لأنه هي الأم هي الاحتواء فهي دائما عندها هي الحساسية العالية بتشوف شخص بتقوله ليش شبك شو ساير معك شو ساير معك عاطبتك يا ريتي تماما الله عطاها هذا الحدث النور الإلهي هي البصيرة تشوف ما وراء الشكل أو ما وراء السلوك إذا بنا نحكي شوي عن التسليم والتقبل الواقع اللي نحنا فيه نحنا خلص أنه مسلمين كل شي نحنا رضيانين بالشي اللي نحنا فيه وعلاقته بيحب الزات تمام هلأ كل ما حبينا ذاتنا بيكون إنا أهداف وطموحات عالية ونبيلة جدا بالمقابل كمان بيصير عنا تسليم ورضا لأي شيء من مرفي فأي قدر بيمر علينا حتى لو كان ظاهره سلبي في باطنه إيجابية كتير مثل ما بيقول ابن عطاء الله السكندري بيقول بمقولة له تقريبا أنه مو دائما ظاهر الأشياء هي الحقيقة يعني فيه وراء خير كتير فيه وراء كل خير شر وفيه أوقات بالشر من لاقي خير يعني فالإنسان ما يشوف ظاهر الأشياء لأنه الرضا والتسليم بيكون قبول أنا رضيان يا ربي عنك ورضيان عن أقدارك فبالتالي هو بيكون عنده هذا الرضا والتسليم لأنه حتى تجاه الأشخاص اللي هنين آذوا أو آلموا هو رسالة لحتى يتعلم لحتى يكبر لحتى يوعى لحتى يكون أكثر رحمة يعني تعرضنا لعدم الرحمة بوقت من الأوقات بيخلينا رحمين أكتر لما نكون عنا هاي القدرة العفو عند المقدرة يعني كل ما الإنسان كبر في عين ذاته وحب ذاته داخليا وعنده احترام شديد لذاته بيحترم الناس اللي حواليه بيقدر الناس اللي حواليه بيقدر حتى الأشياء البسيطة جدا بيقدر نعم الله لو كانت هي مالة بسيطة كل نعم الله هي جميلة جدا من ضو الشمس للهوى للمي لأي شيء نحن الامتنان لأين شكرتم لأزيدنكم الإنسان اللي بيحب ذاته دائما بحالة امتنان أي حدا بيقدم له معروف بيشكر أي شيء بيمر عليه نعمة بيستمتع فيها بيشكر أي ضرف بيمر عليه موقف معين بيشكر لأين شكرتم لأزيدنكم وهذا الشكر هي بيسموها الغربيين كمان فكرة الامتنان الامتنان لما أنا بمتن جدا لله وللكون وللأشخاص اللي يقدموني خير بحياتي ودائما بيذكرهم بالخير فهذا بيدل على أصالة وبيدل على نقاء داخلي بيخليني أخذ أكثر والمزيد من هذا الكون طيب بدي أرجع نواكي على هاي النقطة يعني بس خليني نروح لموضوع الاستحقاق وهاي القصة جدا مهمة بحياتنا أنا شو بستاهل ثقتي بنفسي قدي اليوم مهم أو مرتبط بحب الذات موضوع الاستحقاق اليوم في أشخاص سلبيين في أشخاص إيجابيين في مواقف أيضا سلبية وإيجابية أنا كيف قادر أخذ شيء الصح وبتعد عن السيء عن طريق حب الذات تمام هلا الاستحقاق هو حالة من الرضا عن الذات وبنفس الوقت احترام الذات ومعرفة قدرها ما هلا قمرو أن عرف قدر نفسه كل ما كان الإنسان بيعرف قدر نفسه كل ما كان عنده هذا الاستحقاق مثلا كثير بشوف ناس عندهم شهادات معينة دراسة معينة شغل معين بيقولك أنه أنا والله ما في تقدير إلي بهذا المكان وما في كذا أنت ليش ما عرفت قدرك لأنه لما بتعرف قدرك بيجي المكان والشخص المناسب بيجي رسول من الكون لإلك لحتى ياخدك للشيء اللي أنت بدك ياه دائما نحنا بنجده بالأشياء اللي نحنا منفكر فيها سواء خفنا منا أو سواء حبيناها فكل ما كان الإنسان بيحب وعنده تطلع لشيء معين بحياته كل ما جذب هذا الشيء لإله وجذب أحداث وأقدار كتير نحنا بنشوف أنه اشتهينا أكلة معينة بيجي شخص بيقدم لنا ياها جاعة بأننا نروح مشوار معينة بيجينا فجأة يعني فالقصة مرصودة فقط الإنسان يفكر ولكن لا يتعلق يعني التعلق كما بيخلي القصص تهرب منه التعلق الشديد بيعطينا حالة توتر لهيك ما بنوصل للشيء اللي بدنا ياه نحنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا زي ما بيقولوه إخواتنا المصريين فالإنسان يعمل الأشياء اللي عليه بنفس الوقت رضا وتسليم لحاله الأشياء اللي نحنا بنفكر فيه هي لحالة بتجينا راغمة لكن لما نحنا بنتوتر بنتأزم بنصير عنا قانون الندرة أني أنا بدي أخذ محلي ومحل غيري بدي سابهي القصة بدي حاول أني أكسب على حساب غيري بدي حاول أستغل الناس اللي عم يشغلوا معي مثلا في كتير هلأ ناس يعني بصراحة بفكرة التطوع وكذا ورمضان عم يستغلوا ناس بسطاء كتير يعني أنا بيرأي إذا الله كرمكن كرموا اللي حواليكن على أقل شيء يعني حكيت لي واحدة أنه أقل شيء وجبة ما بيعطوها طول النهار من الصبح للمساء يعم تشتغل معهم بوجبات الأفطار يعني أقل تقدير وشكر لله عن طريق هذا الشخص لأنه لو ما هذا الشخص أنت ما بتقدر تنجح بهذا المشروع أنت أخذت من وراهم كتير قصص وشغلات فكلما كان الإنسان أكثر رحمة وأكثر أنه لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لي أخيه لما يحب لي نفسها أنا بحط حالي محل هذا الشخص يا ترى أنا بهون علي اطلع من محل أنا عم بيشتغل في طبخه أنا ما أخذ من هذا الوجبة لبيتي ولا عائلتي هذا كتير أمر ضروري ضروري الإنسان يحس بالناس يحس بعمال النظافة يحس بأي إنسان ضعيف أو مستضعف لأنه الإنسان لما ما بيحس بالمستضعفين بيكون عنده ثغرة جواته ولأن المستضعفين هن وسيلة لوصولنا لله وسيلة لنقينا روحيا وسيلة لحتى للزكاة لنزكي بأموالنا نزكي برحمتنا نزكي بمحبتنا بالكلمة الطيبة شكرا في كتير ناس بيستكتروا على في كلمة شكرا أو صباح الخير يستكتروا فيهم يمكن أن نرجع للطفولة ولا المنشأة تماما في هذه القصة يعني والله التعلم الإنسان لما بيوصل بصيرته إلى الله بيعامل كل الكون بل الله يعني سواء شكر أو كفر هذا الإنسان فأنا عندي توازن سواء رضا تسليم ما عندي أي مشكلة هذا الشخص يشكر أو يكفر هذا الشيء لأن الوردة لما بتطلع من الأرض أوقات بأماكن كتير ديئة أوقات بين البلاطات وتطلع هي ما بتنطر منها لحتى نحن يعني إلا تطلعي أو نشكرها لا هي طالعة هي عم تقدم وهمتها بالحياة نفس الشيء الإنسان الإيجابي كل شيء بيمشي مثل الكون بسلاسة بتسليم بمحبة بفكره ما في حقد في دائما فلترة دائما وفي ارتقاء دائما روحي ونفسي وعقلي وفكري كمان يعني فينا نقول الشخص اللي بيحب ذاته وبيقدّ ذاته والمكان اللي ما فيه تقدير له ما فيه محبة لأله ما فيه اهتمام لأله يبتعد ينسحب من هذا المكان يروح على المكان اللي هو فعلا فيه ما يتمسك المكان اللي فيه تقدير لأله هلأ إذا بنا نحكي عن أثر حب الذات وعلى استجابتنا للأشخاص اللي حولينا في حال للأشخاص اللي حولينا تعرضوا لأي طارق معين صار معهم كيف الشخص اللي بيحب ذاته ممكن يتعامل مع هاي الأمور أول الشي الرحمة الحب والاحتواء وإن يحط حالي بمكانه وبلغة الجسد أني لما حدا عم يحكي لي شي أنا ملامحي تكون بتشبه ملامحه هي استيعاب تقدير اهتمام ساعدوا بالشي اللي بدل عليه الكرم أن تبذل الشي اللي بتمتلكه فيه ناس كتير يبخلون بما آتاهم الله وكله نحنا رايحين يعني نحنا كلينا مغادرين هاي الحياة ما في غير الأثر يبنتركه فيه كتير ناس مليارات وملايين خلاص حملوا حالهم ورحلوا بقيت بس الذكرى فالإنسان هو فرصته بالحياة لحتى يعمل رصيد فيما بعد للآخرة يعني يعمل رصيد بين الناس يقولوا والله هذا الإنسان الله يرحمه عمل هذا الشي كل ياتنا نحنا مغادرين لكن هل نحنا هنعمل أثر وبصمة حلوة يقولوا الناس الله يرحمنا أو يقولوا لا هذا الإنسان كان شرير وسيء وقلمنا والله يذكره بالخير كان يعني شخص مثلا إيجابي أو شخص سلبي أنه كان يعمل هيك الذاني نفسيا فقدين نحنا نقدر نترك أثر إيجابي بالأشخاص قدين نحنا منكون ناس عنا محبة للذات قدين نقدر نتجاوز كمان إن الحسنات يذهبنا السيئات كمان الإنسان لو كان عم يعمل سيئ ويقول أنه أنا ما فيني لا فينا نعمل وفينا نفلتر وحتى لو تمسخروا عنينا العالم في كتير ناس عم يقولوني إنه مثلا إنه فيه جو اللي كنت أنا فيه السيئ إنه يقولوني آه هلأ أصدرت والله بدك تجي تعمل وكذا لا معليش الإنسان مو غلط إنه يغلط الغلط إنه ما يتعلم من غلطه ويطور نفسه ويرتقي أكيد دكتورو اليوم الحياة تجارب وبالتعلم هي أكبر مدرسة لأننا بنشكر حضورك لليوم يومك كله هيك حب ذات بإيجابية أكيد شكرا يسعد صباح شكرا لإليك لها هي الطاقة الإيجابية بقية تنهار حلول إليك